مشهد ليس غريبا في ليبيا فالطوابير التي عهدتها مختلف المناطق منذ سنوات لم تكن قرية الشعواء بمنطقة سيناون التابعة لبلدية درج استثناء منها حيث يعاني السكان من انقطاع الوقود على المحطة الوحيدة والمعروفة باسم محطة الشعواء ما جعل من الأزمة التي مر عليها أكثر من عام تؤثر سلبا على الحياة اليومية المحطة هذه محطة الشعواء محطة رقم 411 تابعة مشاركة شرار الدهبي للعقدمات النفطية متوقف العمل لقرابة أكثر من سنة تقريب الحدلان والحدلان لا تحلل مشكلة وقاعدين نعانون مشكلة عدم توفر الوقود لضطر المواطن الآن يأخذ في الوقود من مصادر مختلفة يوصل بسعار مرتفعة توصل إلى 3 دينار أو 4 دينار بعد الأحيان تفاقمت أزمة انقطاع الوقود عن المحطة ما جعل من المواطنين يخرجون عن صمتهم ويعبرون عن استيائهم إذ يعد الوقود من الأساسيات التي يعتمدون عليها لقضاء حوائجهم الضرورية سببت أزمة لكافة سكان المنطقة سواء من اغدامس أو المسافرين من درج أو أهل سناو خاصة ونزيد على ذلك المرضى اللي يعانوا من أمراض الكلا اللي ممكن زيارتهم لأقرب مستشفى اللي هو حوالي 130 أو 200 كيلو مناشدات متكررة وجهت إلى المسؤولين ولكن بقي الحال على ما هو عليه وأصبح المواطن يعيش مأساته اليومية لا يشعر به أحد ممن صار همهم الوحيد هو البقاء في السلطة